كمان من ضمن الحاجات اللي الناس بتكلم عبودة الناس بتقول ايه بقى اللي هو رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجوه وده كان برضو لفتة طيبة وكانت برضو مبلغ كويس مش وحش مش هو ده المطلوب ماخد بالك مش هو ده ولكن في حاجات بتتعامل كبيرة ودي أول مرة يتعامل بالمبالغ دي والحاجات دي فبرضو دي كانت لفتة كويسة للمعاشات والأجوه والحمد لله أحسن من الأول يعني الحاجة برضو الجديدة الحقيقة ما كنتش متوقعة انها تيجي انه بدأوا من حوالي من الأسبوع اللي فاتوا ايهولك حسينا ان الأسعار هديت شوي هديت حسينا ان الأسعار هديت شوي يعني بدأت الناس تحس خصوصا الخضار والحاجات كلها اللي بتهمهم واللحمة دايماً ببص على أكل وشرب الناس أنا شخصيني ده بيعنيني انت مهتم بالحتة دي قوي ده بيعنيني جداً جداً ده يعني دي حياة الناس بس الناس كلها حاسة بإفراجة بسيطة في الحاجات دي فده برضو نتكلم على أسعار اللحوم الحمد لله نزلت طبعاً كتير الحمد لله يعني كان حتى معايا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة من يومين ثلاثة يعني كنت بكلمه على متوسط أسعار اللحوم فبيتكلم من ثمانين لمية حتى كنا بنتكلم في مية وخمسين احنا ما بنقول لو جنيه نزل بيكون خير وبركة احنا لازم بقى نتكلم لازم نتكلم في الحاجات دي عشام لأن الناس ما بتتكلمش عليها لأن هي دي الحقيقة يعني فيه فعلاً حاجات أسعارها نزل بنقول برضو فيه حاجات كتيرة محتاجين أنها تنزل فيها بس البوادر بدأت النتائج بدأت يعني ده ما هو ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي عشان الجنيه المصري بقى قوي والدولار ضعف شوية فده برضو بيأثر فيك وبيعمل لك نتائج كويسة في البلد يعني فلازم ناخد بالنا برضو من الحاجات كمان من ضمن الناس اللي بتكلم فيه قوي موضوع التأمين الصحي بداية التأمين الصحي ده موضوع مهم قوي ده أمل للناس ده مستقبل للناس ده حياة الناس وكمان خد بالك التأمين الصحي ده هيغطي كل حاجة وحيوفر عليك فلوس فبرو ده هيخلي في جزء من الدخل بتاعك اللي كنت بتصرفه على العلاج والأدوية للأمان أنت كنت بتشوف النمازك بره كنت تحزن على نفسك أن أنت ما عندكش الخدمة دي وحيوفر فإن شاء الله لما تكتمل فكرة التأمين الصحي الشامل دنيا هتفرق معنا كتير هتفرق بص صحتك أدائك وجودك وكمان فيه حاجة ميزة الحاجات دي أصلا أنت بتاع النظام التأمين الصحي المعمول عندنا معمول عالمي يعني زي بتاع انجلترا بالزد زي ما قولنا قبل كده بيديك حرية كمان أن أنت تختار المستشفى بتاعتك تختار الدكتور بتاعك فيه كده طمأنينة وفيه ثقة يعني مريحين الناس مش لازم بقى إجباري ده المكان الفلاني تروحه أو المكان الفلاني تروحه فبرو ده بيديك ثقة وطمأنينة كمان موضوع لما بنتكلم في ناحية الصحية برضو بنكلم في فيروس سي والقضاء على فيروس سي ده حتى رئيس قبل كده ده موضوع عالمي ما فيش دولة في العالم قدرت تعمل المجهود ده اللي تتعامل في فيروس سي فاخد بالك لو نكلم على الناحية الصحية برضو نكمل فيها أن انت بتقضي على قوائم الانتظار اللي احنا تاريخنا طويل أول في المشكلة بتاعت قوائم الانتظار دي وقوائم الانتظار دي معظم ناس كانت كلها برضو من المحتاجين يعني مش حلقة 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 حرجة وكان كله بيستنى بالخمسة شهور وأكيد في ناس في ناس كتير طبعا بس هقول لك وكانت في ناس كتيرة بتموت فيها فاخد بالك لكن أنهينا السيد محمد انت كان عندك كتير ناس بتموت في طبور العيش بص حتة الطوابير دي ما بايش يسمعانها انتهينا لا انا بقول لك يعني كتير ناس بتموت في طبور العيش مش بنستنى انه يتعالج قبسط شيء في يومك كتير بتصحى من الفجر عشان تروح وتوقف في طبور العيش عشان ياخد خمس ترغيفة اوه عشان ياخد خمس ترغيفة كل ده موجود وكل ده اه يمكن الأسعار تكون شوية بس الحمد لله كل حاجة موجود احنا كنا فين وبقينا فين اخد بالك احنا انا كمان عايز ايه اربط على فكرة احنا لسه لنا حلقتين في الانجازات لان في حاجات كتير اوه الناس ايلا عايز اربط ده باللي بيحصل باللي حوالينا في الدول استقرار مصر وامان مصر اللي احنا عايشين فيه يا ربي يسلم طبعا يا ربي دي نعمة والوقت يحسين بيها اوي اخد بالك المصيني بقول لك شوف كل اللي حواليك فوقك تحتك يمينك شمالك كله عندك مشاكل وفيه بلاوي سودة وانت واقف على الرجليك واقتصادك بيتحسن والسياحة بترجع عندك والظروف اللي حواليك دي كلها لا انت عامل امن واستقرار واوالاخر ده يرجع اللي كلمنا فيه الحلقة اللي فاتت اللي هو الانجاز الكبير اللي معمول كمان في العلاقات الخارجية بتاعتك وانت ناجح جدا في علاقاتك الخارجية مع كل دول العالم اخد بالك فبدأت ايه بالعلاقات الكويسة دي السياحة ترجع والدنيا ترجع والسياحة ده معناه ايه ان البطالة بتقل عندك الناس كلها بترجع تشتغل تاني وبتنتج تاني لان السياحة بقولك مش عارف فيها كم وظيفة بيشتغلوا في موضوع السياحة فيه وظيف مباشرة وفيه وظيف غير مباشرة فبرو ده بيرجع للمصريين ويرجع لا موضوع الاستقرار نفسه اللي احنا فالحمده اليومين دول بالذات ده ما تلاحز حتى بنتابع لما احنا بنتكلم مع الناس الحمد لله اللي احنا عايشين في مصر بتقول لنا كده الحمد لله على النعمة والاستقرار اللي احنا مجودين فيه اه انت ديك شايف فهم عشان بيشوفوا شايفين المشاكل اللي بتحصل في الدول دي كلها اللي حواليك احنا كان ممكن نبقى زيهم يعشان بس الحمد لله الوعي بتاع الجيش والوعي بتاع الشعب نفسه لا وكمان برح الرئيس تكلم على الجزئي دي اه طبعا وعلى طول بيكلم فيه ما هو بص يصلي هو وعي الكل المصريين مع بعض الجيش والشعب المصريين بص اهدوا اربع خمس سنين في الزنق اللي احنا فيها الاقتصادية ووقفين هي دايما الازمات بتوحد الناس طبعا ومستحملين يعني انت دايما في اي دولة في العالم وفي مشاكل اقتصادية بيعملوا مظاهرات الحمد لله في مصر اربع خمس سنين كانت الدنيا برضو خنقة شوية ولكن الناس كانت كلها وقفة ومساندة لانه عارفين ان دا لازم نمر بالمرحلة دي بدأت تفرج عارفين ان جاي على اللونجران الدنيا هتمشي ما هي دي بقى الثقافة السياسية بتاعت المصريين طول عمرهم دا التاريخ والحضارة بتاعتك اللي هو بلدي اهم مني يعني المصريين بيعتبروا المصري دي اهم مننا كلنا تشوف الجيش بتاعي في وسط البرد وقف عمل ازاي والناس رجالة واحنا كل يوم تعال شوف الدنيا ما شف اللي